كانت وصلتنا شاكوة من الأستاذ عادل حلمي آسم بيشتك فيها من عدم صرف رصيد المتجمد بعد خروج على المعاش بعثنا الشاكوة للوى جمال عوض رئيس هيئة التأمين والمعاشات وبالفعل اتحلت المشكلة والمفروض أنه الأستاذ عادل حلمي آسم كان معانا على التليفون لكن يبدو أنه فيه مشكلة في الاتصال لكن احنا تأكدنا بالفعل أنه صرف المعاش بتاعه والدنيا تمام وما فيش رصيد مجمد ووالآخر الصفحة تاني قدام حضراتكم زملائي بيقولولي أنه مشاكل كتيرة جدا عن السكان وعن الإسكان الإسكان وأنه فيه مشاكل خاصة بوزارة الإسكان فإحنا احنا تواصل مع المهندس عمر خطاب المتحدث باسم الوزارة وبنتابع ونشوف الدنيا ماشية ازاي طيب خليني طالما أن أنا اتكلمت على الإسكان خليني بقدم اعتذار لطيف كده لسيد وزير الإسكان من حوالي كم شهر كده اتصرت بي سيدة فقالت لي أنه كان فيه حاجة مخصصة ليها واتخدت منها فيه شقة مخصصة ليها في بدل واتخدت منها فهي الحقيقة مش تلاقي حده وبتاقيها وغلب منتها وتقال وقال أنا تواصلنا بحضرتك قبل كده وبتاقيك اسمها السيدة كريمة سكنة فيه يعني بعد مدينة ناصر بشوية وكان ليها شقة مخصصة فيه في بدر فالحقيقة من ضمن الحاجات اللي قالت لي فيها اتصل بكذا حد ما ردش فكان من القوة من الإرادة أنه قالت لي أنا عايش تليفون وزير الإسكان وأرجوك هتل التليفون السيد عاصم الجزار اديت لها التليفون فأنا بعتذر للدكتور عاصم الجزار أن أنا اديت لها تليفون من غير استئذان لكن أنا اجبت لها التليفون وديت لها فهي بنفسي اتصلت بالدكتور عاصم الجزار اتصرت بيه أول مرة فالدكتور عاصم الجزار فتح الموبايل وقفله تاني يعني فتح عليها وقفل السيدة الكريمة راحت متصلة بي يعني قاعدة تابكي وبتاع وزاي في السكة وزاي بعدها بفيش بعشر دقايق راحت مكلماني تاني السيدة كريمة وهي مبتهجة جدا إيه اللي حصل السيد وزير الإسكان قال لها أنا معلش أنا كنت في اجتماع وراح متصل بيها بعد عشر دقايق قال لها أمور يا سيدة الكريمة السيدة كريمة قالت له والله أنا ليها شقة كذا 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 فقال لها تبتعلي يوم الحد كان الكلام ده يوم ثلاث قال لها تبتعلي يوم الحد في كذا كذا وإن شاء الله هتتحل المهم إن السيدة كريمة استلمت الشقة الإسبوع اللي فاتباس يعني من جانبين أنا أتكلم عن وزارة الإسكان واتضح فعلا إنه شقتها وإنه كان فيه مشكلة بسيطة كده وتحلت وهو الأخر والسيدة الكريمة استلمت فعلا الشقة وبتوضف فيها دلوقت وهو الأخر فأنا يعني اعتذار واجب مني لوزير الإسكان إنه أعطيت للسيدة الكريمة الرقم لكن أنا معجب جدا بخلطة الإسكان في معالجة الأمور اللي زيدي مش أول مرة السيدة الكريمة لا فيه كتير بياخد شقة وبيحصل فيه مشاكل في العملية التركيمة وهو الأخر فده أمر واجب شكر وزارة الإسكان عليه لأنه أنا عارف إن الملف ضخم جدا جدا يعني فبشكر وزير الإسكان بعد الاعتذار بشكره شكرا جزيلا طيب معانا الأستاذ عادل حلمي آسم اللي كنا بنتكلم عليه في موضوع المعاش المجمد فيه اتكلمنا لللوى جمال عوض والمعاش المجمد ده من سنة عشرين عشرين كلمنا الأستاذ أو اللوى جمال عوض رئيسة للتأمينات والمعاشات وبالفعل الرجل حل المشكلة على طوال أنا عايز حضراتكم يعني معلش يعني تفهموا أو تدركوا مدى صعوبة الأمور وسهولتها في نفس الوقت السهولة في إيه؟ في أن المشكلة تتحل وإن الصعوبة بقى فيه أن احنا نوصل للمسؤول اللي بيحل المشكلة لأنه برضو نتعرفين دولاب الحكومة شوية فإحنا بنوصل بقدر الإمكان والله 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 طول الإسبوع أنا زملائي والله لا يكل ولا يمن وشغالين في هذا الإطار سواء إبراهيم الطيب أو محمد سامي أو عبد العليم أو زملاء كلهم أو سلمة زملاء كلهم على العين وعلى راسي طيب معانا الأستاذ عادل حلمي آسف يا أستاذ عادل تفضل يا أستاذ أستاذ عادل أستاذ جابر أيوة أنا معاك معاك عادل تفضل يا فاندل أولا أنا بشكر تفضل يا باشا تفضل تفضل يا أستاذ جابر أستاذ عادل أيوة معاك طب تفضل المشكلة هتحلت يا أستاذ عادل والله أنا بشكر البرنامج العظيم ده اللي بيحل مشاكل المواطنين المصريين وعلى رأسهم الإعلام الكبير جابر الأرمون ده دورنا يا فندي أنا مش مصدق إن الموضوع يتحل بالسرعة والتلقائية والسهولة ورحت صرفت بمنتهى السهولة أنا كنت دايخ جدا 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 صرفت إمتى المبلغ يا أستاذ عادل اليوم صرفت والله صرفت النهاردة صرفت النهاردة من بنك مصر راضي عم عادل راضي؟ أنا بشكر حضرتك أنت إعلامي كبير ربنا يخليك لكن أنت راضي المهم أنت بالنسبة لنا أنا راضي طبعا وربنا يقويك يا رب ويسعيدك على حل مشاكل المواطنين المصريين ربنا يخليك ربنا يخليك أستاذ عبر رحمان صلاح زمنا في إعلام في عية التأمينات بشكوره شكر جزيل السيد الواء جمال عوض وبيستجيب السيد الواء جمال عوض لكل المشاكل أنا عايز أقول لحضرتكم والله إحنا بقدر إمكان لو تتبعنا هذا الأمر كما أقول لحضرتكم كده إحنا بنبقى مبسوطين إحنا كمان يعني ما بنلاقي المشاكل الكتيرة اللي موجودة دي فهنشوف الدنيا إيه وبنحاول بقدر إمكان نتجاوز عن أي مشكلة ممكن تقابلنا في سبيل إن إحنا نحل مشاكل حضراتكم أو نوصل الحلول في هذا الاتطاق ترجمة نانسي قنقر